اشتركوا في القناة محمد الرسول الكريم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين سر الاسرار ونور الانوار واستاذ الابرار ومعلم الاخيار وسيد الاطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع قصاله صلوا عليه وآله مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو العقلة من لساني يفقه قولي اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد باذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون الله اسأل ان يجمعني وياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما بداية سيدي يا رسول الله زاد الحنين الى لقاء حبيبي واشتد شوقي واستطال نحيبي فمتى امتع ناظري بنظرة تمحو ظلام الشوق والتعذيبي واقول يا عيني امامك فانظري واستعذبي شوق السنين والذوبي واقول يا قلبي مكانك والتئد هذا مقام القرب والتقريبي اللهم صلي يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك امالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا اللهم امين يا رب العالمين ما زلنا في وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية رقم خمسة وثلاثين تحدثت بالامس مع حضراتكم حول الكفاح طريق النجاح او سر النجاح وتحدثت حول وصية سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الماتع المؤمن القوي خير وحب لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير استعم بالله ولا تعجز الحديث كما تعرفون ونسير ايضا في هذه الوصية التي سنتحدث فيها ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مكملين لهذه الوصية المحمدية الشريفة الطاهرة ولكن لما جاء رجل كما اخرج الامام الترمذي من رواية سيدنا انس الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبا معه الناقة الناقة بتاعته معاه يعني فبيقول لي سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعكلها واتوكل ام اطلقها واتوكل قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم اعكلها وتوكل يعني ايه يعني قيدها وتوكل يعني خذ بالاسباب وتوكل ولذلك الاسباب والمسببات هي سنة كونية وسنة الهية اودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الله خلق هذا الكون وقبل ان يخلق هذا الكون الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء انه عليم بذات الصدور والله سبحانه وتعالى لهم قالد السماوات والارض فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بما فيه هذا العالم والعالم كل ما سوى الله من عالم الإنس والجن والحيوان والطير والنباتات وعالم البحار والمحيطات إلى غير ذلك كل هذه العوالم خلق الله سبحانه وتعالى وأوجدها وجعل فيها هذا القانون وأودع فيها هذا القانون وأودع فيها قواعد وفيها أسس وفيها سنن والله سبحانه وتعالى حينما أودع هذه القواعد وهذه السنن التي أودعها في هذا الكون وأوجد الإنسان جعل الصلاحة في هذا الكون جعل الصلاحة في هذا الكون فلا يتبدل أو تتبدل هذه السنن وهذه القواعد وهذه الأسس أبدا لأن الله سبحانه وتعالى أوجدها من أجل إسعاد البشرية ومن أجل إسعاد الإنسان أوجد الله الكون وأصلح الكون ثم بعد ذلك اوجد الانسان وجعل هذا الكون بما فيه مسخر في خدمة الانسان يعطي الانسان دون مقابل فالانسان لا يعطيه مقابل انما الكون يعطيه لان الله سبحانه وتعالى امره ان يعطيه ولذلك اوجد ربنا الاسباب والمسببات واجرى هذه المسببات ايضا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل النكاح سببا في الولد وجعل البذر سببا في الزرع وجعل الماء سببا في ان يرتوي الانسان او ان ينبت الذرع وجعل ربنا سبحانه وتعالى ايضا النار سببا في الاحراق ولذلك هذه الاسباب والمسببات اوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها للمؤمن وغير المؤمن للبارل والفاجر إلى غير ذلك ما تعلمون فلو وأودع في هذا القانون في قانون افعل ولا تفعل فلو أن الإنسان حينما يعطل هذا القانون أو حينما لا يلتفت إلى هذا القانون من هنا يظهر هذا الفساد من هنا يظهر الفساد فلذلك حينما يسير الإنسان على هذا القانون المتمثل في افعل ولا تفعل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فربنا سبحانه وتعالى أوجد هذا القانون من أجل إسعاد البشرية فحينما يخالف الإنسان هذا القانون الإلهي هنا يظهر الفساد ذلك ربنا يقول في القرآن الكريم ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها أي الأرض ممهدة وربنا سبحانه وتعالى أوجد فيها قانون الإصلاح وجعلها مسخرة للإنسان وكذلك السماوات بما فيه وكذلك الأراضين بما فيه ربنا سبحانه وتعالى أوجدها وجعل فيها الصلاح للإنسان وأوجد فيها قانون الصلاح فحينما يتدخل الإنسان هنا يظهر الإفساد ولذلك حينما ينظر الإنسان إلى قضية الأخذ بالأسباب ابدا لا تتنافى او تتعارض مع التوكل ابدا لا تتعارض مع التوكل حينما ننظر في القرآن الكريم نجد ان الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا زكريا في قضية في اولاء لصورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقية واني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاكر لبالك من نقطة دي فهب لي من لدنك ولي يلثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى وهنا اقف ربنا اوجد قانون واوجد النكاح وجعل النكاح سببا ايه في وجود الولد ولذلك ربنا يقول في اواخر صورة الشورة الله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء اناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة انه عليم القدير فربنا سبحانه وتعالى جعل الزوج والزوجة وجعل النكاح سبب لوجود الولد تمام كده على القوي يأتي الزوج احيانا ويقعد سنين فيأتي الطب ويكتشف الحقن المجهري شريطة ان يكون البيضة من الام والماء من الرجل اي حيوان المنوي ويتم التلقيح ثم تعود الى ايه الى رحم الام مرة ثانية جائزة لا شاء فيه طيب احيانا يذهب الانسان الى الطبيب خلي بالك بقى وما يذهب الى الطبيب يلاقي عادل حيوات المنوية كثيرة والطبيب كثير لكن مفيش انجاب ازاي ده كيف بهذا يأتي الطب لك استحالة انها مثلا تنجب واحيانا تلاقي المرأة الطبيب ضعيف او راجل معندوشي ولك استحالة خلي بقى من النقطة اللي جاي استحالة انها تنجب مفيش وتلاقي بعد سنين عشر خمشهر السنة او يزد او اقل تلاقي هي حامل كيف بهذا الله يعطل ايه الاسباب فحينما يأمر الله لا زمان ولا مكان لانه خالق الزمان وخالق المكان وخالق الاسباب ومجرياتها خلي بالك انه عليم قدير فسرنا زكريب وكانت مرأتي عاكر ده دلي على ايه على بلوغ السن قالت اقالد في سورة هود وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لا شيء عجيب خلي بالك بقى قالوا اتعجبين من ايه من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد واهل البيت ما قدش لمرتين اتنين بس في القرآن في هنا في سورة هود وقال ذلك في سورة ايه في سورة الاحزاب انما يريد الله ليذيب عنكم الرجسة اهل البيت ويطحركم تطهير هم مرتين اتنين بس في القرآن ان لم تخدني الزاكرة يعني لكن هم دول مرتين قالت اقالدوا وانا عجوز وهذا بعلي شيخة ده انا عجوز وهذا بعلي شيخة ان هذا لشيء عجيب اه تأتي الحكمة الالهية خلي بالك انت بتتعامل مع الكريم قالوا اتعجبين من امر الله ده استفام يعني انت بتنكر هذا الامر ده امر ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد الله امرا كان اتعجبين من امر الله اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فاصل ونواصل فانتظرونا الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم امين يا رب العالمين قبل الفاصل بقول رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فقد بلغت سيدنا ابرام عنده 80 سنة ويمرأ عاكر كيف بهذا الله سبحانه وتعالى قد عطل القوانين والنواميس والزمان والمكان اتدرون لماذا لتظل طلاقة القدرة الالهية وقيومية الحق سبحانه وتعالى قائمة بدوام ملك الله سبحانه وتعالى لتظل طلاقة القدرة سبحانه وتعالى الانسان احيانا يقول لك ازاي حصل ده امت ده امت اتعمل ده اه يقول لك سبحان الله لتظل طلاقة القدرة الالهية ويعلم الجميع ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فاذا رجع العبد الى الله سبحانه وتعالى وتاب الى ربه واخذ بالاسباب ثم بقلبالك الاخذ بذلك جزء من التوكل ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في نفس الصورة في صورة مريم وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جني فكلي واشربي وقرعين وعدة فجاءها المخاض فاجاءها المخاض الى جزع النخلة قالت المخاض قلنا نطوة طلق الولادة في حالة الولادة حالة جديدة فاجاءها المخاض فجاءها المخاض الى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية فنداها من تحتها ان لا تحزني قال يجعل ربك تحتك سري طبعا الماشي وهزي اليك قال لا واحدة بتولد تهزي اليك تجي ازاي دي بس تخلي بالاسباب بس السعي الحركة ما احنا قلنا ان الكفاح طريق النجاح ويسر النجاح ولا يمكن ان يصل الانسان الى النجاح الا بعد ان يمر بالعراكيل وبمحطات اليأس وبمحطات الفشل وبمحطات القنود ولكن الانسان الذي لديه ارادة صاحب الارادة لا يقف طويلا في هذه المعطات وانما يسير بارادته وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جني وفي قراءة تساقط عليك رطبا جني فكلي واشربي وقري عين فاما ترين من البشر احدا فكولي اني نذارت الرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وزكى قال القائل الم تر ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذعة يساقط الرطب ولو شاء ربك ان تجنيه من غير هز جنته ولكن كل شيء له سبب كل شيء له سبب في هذه الحياة حينما نقف ايضا مع قول الله سبحانه وتعالى في قضية سيدنا نوح وخلي بلك سيدنا زكريا كانت اصفت ايه سيدنا زكريا كان تاجر نوح وزكريا كان نجارين عفوا وسيدنا ادم كان حراث يحرس الارض حواء تخزي الكماش تخزي الكماش ادريس خطاط وخياط سيدنا بكر الصديق كان تاجر سيدنا عثمان كان تاجر سيدنا علي ابن نبي طالب رضي الله تعالى عنه كان عامل كان عامل سيدنا علي سيدنا عمر كان دلالا في قضية سيدنا نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن عال فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيوننا ووحينا اخذ بالاسبابه سيدنا نوح واصنع الفلك باعيوننا ووحينا قل بالاسباب واصنع السفينة باعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك بدأ يخذ بالاسبابه بدأ ننظر بقى احنا بنقول انه دايما الفاشل ينظر للذي يأخذ بالاسباب او الذي يجد واكتهد ويتعب في هذه الحياة ويكافح دايما ينظره بنظرة سخرية واستهزاء وانت تعمل ايه وانت اللي تجيب الدب من ديله هو انت كذا هو انت كذا يا عم كان غيرك اشتر مش عارف ايه من نام وارتحنا للنجاح ومش عارف ايه والكلام الهابض الذي اللي يسمنه اللي يغني من جوع هو فاشل عاوزك فاشل جنبه قعد جنبه كده شوف القضية ويصنع الفركة وكلام مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال لا سخروا من ادي الاحباط الياسو عمالي وقال الاحباط الياسو هل سيدنا نوح يا اس لا قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما ايه تسخرون فسوف تعلمون فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم وهنا اكبر برضو في نقطة اتكلمت فيها ان الظواهر الطبيعية من الزلزيل والبركين والاوبئة والامراض ليست انتقاما من الله يعني احنا بنكلم قلنا نفلوس كورونا وغير وغير وكلام من ده ليس انتقاما من الله ولكن هو باب انذار جرس انذار تخويف من الله سبحانه وتعالى للعباد حتى يرجع العباد الى رب العباد مرة ثانية ويصطلح العباد مع الله سبحانه وتعالى ليس انتقاما لان الله سبحانه وتعالى ارحم بعبادهم من الام بولدها خلق بالك هو والله سبحانه وتعالى لم يخلق العباد ليعذب العباد ولكن خلق العباد وسخر لهم ايه الكون بما فيه من قوانين وبما فيه من نواميس واودع فيه من قوانين وناميس ونواميس وطبيعة وإلى غير ذلك كل ذلك مسخر انسان ولكن هذا تخويف من الله لعباده حتى يصطلح العبد مع الله بدليل وما نرسل بالآيات الا تخويف ولذلك شوف القرآن لم يقولك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظهر يعني ظهر يعني خرج وانتشر خرج وانتشر ولخلي بقى لك بقى ظهر الفساد هنا اقف بقى في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يعني حينما يترك الناس القانون الالهي المتمثل في افعل ولا تفعل الذي جاء لمسيارة حركة الحياة والذي جاء لاصلاح الحياة والذي اوجده الله سبحانه وتعالى لكي يسعد الناس في هذه الحياة لكي يسعد الناس في هذه الحياة ويسعد الناس في هذه الحياة حينما يعطلون هذا القانون ويترك هذا القانون هنا يظهر الفساد طب الانسان اما يعود كده ويمشي شوية كده حتى زي ما احنا بنقول على اللعجين ما يلغبطوش ويرجأ خمسة كده وبعد كده ام راجع تاني تلاقي تزهر برضو الفساد او هو تشوف القرآن بقولك زهر الفساده اي خرج وانتش ظهر الفساده في البلد والبحر بما كسبت طب ليه بما كسبت ايدي الناس العلة ليذيقهم بعض الذي بعض ده عجوز ايه بسيط بعض الذي يعملوا طيب الغاية ايه لعلهم يرجعون يفيقوا من غفلاتهم ومن بعدهم ويأخذوا بالاسباب ربنا خلق الداء واوجد له الدواء وقال تداو فما خلق الله من داء الا وجعل له دواء وتظل طلاقة القدرة الالهية قائمة بدوام ملك الله سبحانه وتعالى ويعلم الجميع ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير بيده مقاليد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل بس خلق بالك الله سبحانه وتعالى لم يعني يقلق هذه الامور ليعذب لا حشاه سبحانه وتعالى وانما وما نرسل بالايات الا تقويفا فحينما يعود الانسان الى ربه مرة ثانية ويسير على قانونه هذا القانون قانون الاصلاح الالهي الذي اودعه الله في افعل ولا تفعل اه في هذه الحالة يسعد الناس تسعد يأتي الخير مدرارا ومكثارا ويأتي الفضل وحينما يعطل الناس هذا القانون ويضرب به عرض الحائط هنا يظهر الفساد بدليل الهوى واحنا الهوى الهوى بيلزل نقل الهوى نقل وكذلك الاشجار عملية الاكسوجين والغير ذلك سنكسد الكربون والاكسوجين يخرج ومش عارف ايه وكلام من ده كما انتم تعرفون فعواد من السيارات وغير ذلك اه بتأدي الى فساد هذا الهوى شوف ربنا اجده وفيه اصلاح وحينما تدخل الانسان بيده عف سب لكن حينما يترك الانسان وينزع الانسان يده تلاقي تظل هذا الامر قائم باصلاحه الى ايه الى يوم القيام وكلما مر عليه ملء من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخروا منكم كما ايه تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم طيب لو احنا وقفنا برضو في صفة الكاف قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا خرجا خليب لك الرهنة ايه اه على سكون مش خروا زيما الناس بتقول لا خر مسكنة فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدة قال ممكنني فيه ربي خير شوف الاسباب فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني اف هيه قطرة وده بقى ارضو كرم ده كرم من سيدنا القرنين وحتى هذا يذكرني بكرم حينما كنت في المملكة العربية السعودية عند الشيء عبد الكريم والله من احباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جلست في بيته وشعرت بانني في بيتي والله وفي وطني وكان هذا الامر فيه خير وفيه فضل من فضلهم فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا اجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مصر واحة للامن والامان والسلم والسلام والرضى والاستقرار نسألك ربنا ان تحمي شبابها وابناءها ونساءها وكيشها وشعبها وامنها وسائر بلاد المسلمين والعالمين ببركة سيد النبيين كريم رسول الله والله اكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الاكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم يا رب صلى على النبي مسلم وامدنا من نوره يا نور يا رب صلى على النبي مسلم واجعل التوفيق لنا صاحبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة